مبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الضارين أمين في كتابه المعروف بغاية الاختصار قال فصل هذا الفصل يتكلم فيه الإمام على بيان النجاسات وعلى كيفية إزالتها وقلنا قبل ذلك بأن الطهارة لها أربع مقاصد أربعة مقاصد للطهارة وتكلمنا عليها والمقصد الرابع هو الذي بين أيدينا وهو إزالة النجاسة فإزالة النجاسة هي المقصد الرابع من مقاصد الطهارة وذكر في هذا الباب الأعيان النجسة لأن معرفة الأعيان النجسة وسيلة لكيفية التعامل معها عند حدوث النجاسة فمعرفتها وسيلة للمقصود وإزالة النجاسة بالماء من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما بقية الأمم فكانوا يزيلون المكان الذي وقع عليه أو أصابته النجاسة بالقطع معدل البدن يعني لو النجاسة وقعت على الثوب يقطع المكان الذي وقع عليه وقعت على مكان من الأرض يذهب ويلقي به في مكان أقوى هكذا فكانوا يزيلون النجاسة بالتعامل معها بالقطع لكن لو وقعت على البدن لا بعيد جدا هيقطعوا نفسهم لا سيما محل خروج يعني البول والغائط ولو حصل إيه لا هيحصل بشي يخلفه ولا هيبقى ليهم أولاد ده الكلام ده موجود في الكتب يعني مش هزر والله هو بس يعني يلقى بطريقة زريفة عشان أنا دم خفيف طيب النجاسات جمع نجاسة والنجاسة لغة الشيء المستقدر فيشمل ذلك كل ما استقذره سواء كان طاهرا أو كان نجسا فالبساق مستقدر فهو نجس لغة لا شرعا الريق عند خروج من محله مستقدر فيكون نجسا لغة لا شرعا المني كذلك مستقدر لكنه نجس لغة لا شرعا فالعلاقة كما نرى بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي هي علاقة العموم والخصوص دائما المعنى غالبا ليس دائما غالبا يكون المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي فمثلا النجاسة لغة كل مستقدر النجاسة شرعا بعض ما استقدر لغة دائما هكذا غالبا بل إيس دائما وأما النجاسة شرعا فهي مستقدر يمنع من صحة الصلاة مستقدر يمنع هو المستقدر هو اللي يمنع ولا ربنا هو الذي منع الصلاة بسبب هذا المستقدر فنسبة المنع حقيقة إلى الله نسبة المنع حقيقة إلى الله مجاز للسبب فمستقدر يمنع يعني تمنع الصلاة عنده بسببه حيث لا مرخص أي حيث ليس هناك مجوز يجوز الصلاة على هذه الحالة فإذا لم يكن هناك مجوز امتنعت الصلاة عند وجود ذلك المستقدر هبن حضرتك تبولت وتنجس ثوبك بماء البول كان هذه أو كانت هذه الحالة أو هذا البول مانعا من الصلاة حيث لا رخصة لك عندئذ يعني ما ينفع شقول الله أكبر لماذا؟ لأن جسد وبدن متناجس فهذه النجاسة مانعة من الدخول في الصلاة ولو ترأت في الأثناء تبطل الصلاة لكن إن كان هناك مجوز بأن عدم التراب والماء فإنه يصل على حاله فليست مانعة عنده الرخصة وهذا التعريف اللي هو مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص هذا التعريف باعتبار إطلاق النجاسة على العين يعني لما أقول لك عرف النجاسة شرعا باعتبار إطلاقها على العين لأن النجاسة إما عينية وإما حكمية عينية وحكمية العينية تعرف مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص عينية يعني محسوسة بأحد الحواس المعروفة وأما باعتبار إطلاق النجاسة على الوصف فتعرف بأنها الوصف القائم بالمحل وصف قائم بالمحل عند ملاقات العين النجسة مع توسط رطوبة من أحد الجانبين نقولها تاني أدرب لكم مثال نحن نحن عندنا الكلب ناجس حضرتك لابس ونازل تصلي الجمعة والكلب مبلول فلاق هو ماشي من جنبي وإحتك بي وأنا جسم يابس وهو جسم يابس ما فيش نجاسة ما انتقلتش ما حصلش النجاسة الحكمية فالتوسط الرطوبة هي اللي بتجعل المحل الذي لامسته النجاسة متنجس ولكن افرض أن حضرتك في بعرة بعرة يعني ما يخرجه من الحيوانات زي مثلا الخروف خروف بعد ما بيعمل ببي ولا الخروف ما بيعملش ببي فعصره كل ما اعلم بالله ربنا ده لعل ما تعرفش الخروف بيعمل ببي ولا لأ لا حول لو كنت إلا بالله هما معنا واللبنين دولة خيري الخروف بعد ما بيعمل ببي الببي بتاعه ده بيجف وبيبقى يابس يعني يابس يعني ايه يعني غير مبلول غير رطب فلو حضرتك مسكته كده بأيديك وإيديك رطبة يبقى تنجست طب إيديا يابسة جافة والبيبي بتاع الخروف اللي هو الروسة كذلك جافة ومسكت بيها بيدي هل يدي تنجست لا لماذا ما فيش توسط رطوب يبقى وصف آه يبقى بنعرفه نقول بيه وصف يبقى دي النجسة الحكمية هي وصف يعني وصف يعني عبارة عن حالة قائمة قامت بالمكان بحيث إن المكان يوصف بإنه نجس صف وصف قائم بالمحل يعني بالمكان يعني هذا المكان يتصف بالنجسة عند ملاقات احتكاك العين النجسة مع توسط رطوبة من أحد الجانبيني وده يصدق بثلاث صور إما اللي اتنين مبلوا لي وإما الطرف الملموس رطب وإما الطرف اللمس يبقى رطب إيبقى ثلاث صور وهذا يبين لنا أن النجاسة لها إطلاقان أن النجاسة لها إطلاقان الإطلاق الأول نجاسة عينية والإطلاق الثاني إيه نجاسة حكمية إيه بقى هي النجاسة الحكمية بسيط إيه 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 رطبة ولمست كلب قلاص إيه تنجاسة لمست بعرة جافة إيه تنجاسة بعرة رطبة ولم يعلق بيدي شيء إيه تنجاسة الجسد فهمنا يا أخوانا طيب يلا عشان إحنا لسه قدامنا تمانين فقرة أقصد أعمل إيه مش عايزين تتعلمه ما هو العلم محتاج إلى جهاد واجتهاد وليس جهادا بالسيف بل جهاد بالعقل بل جهاد النفس بل الصبر بل الاستيعاب بل الاستمرار صار هو العلم كثيرا لن تنال العلم إلا بالمشاق لن تنال العلم إلا بذل الأنفس بلك يعني أنا إلى الآن ممكن أجيلك وأنا مش محضر ولا حاجة واعد أشرح لك زي ما أشرح لك أنا بقلي ثلاثين سنة شافعي وبأقرأ على طول شافعي عمرك كم يا عشرون وهو في عمره أنا كنت خلصت كفيت الأخيرة على شيخي من عشرين سنة وقرأت عليه المحل وقرأت مغني المحتاج وهو من عشرين سنة وقبل كده كنت شافعي برضا وفي بداية حياتي كنت حنبالي أه والله كنت حنبالي في أول حياتي والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قد يصر لي التفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأتمنى أن أكون على الضرب طيب يلا أول جزء من المتن بيقول لي بقى يلا وكل مائع خرج من السبيلين نديس كل مائع خرج المائع وصفوا بأنه خرج من السبيلين فجملت خرج من السبيلين صفة لمائع هذا المائع موصوف بأنه خرج من السبيلين أما إذا لم يخرج من السبيلين سبيلين يعني القبل والدبر طيب خرج من الفم هنقول خرج من الأنف هنقول خرج من العين هنقول خرج من الودن هنقول في منافس أخرى للبدن خرج من مسام البدن كالعرق هنقول لكن انتبه بس احنا عايزين نقرأ متن أبي شجعب الطريقة اللطيفة دي وكل مائع خرج من السبيلين يبا خرج من السبيلين صفة لقوله مائع ومن السبيلين يقصد يعني إما أن يخرج منهما أو من أحدهما فإذا خرج من القبل كان ناجسا خرج من الدبر فقط كان ناجسا خرج من القبل والدبر معا كان ناجسا فالمراد هنا خرج من أحد السبيلين وليس الشرط أن يخرج منهما معا حتى يكون ناجسا طيب مائع مفهمها إيه مفهمها جامد يبقى يفهم من هذا إن الجامد طاهر مطلقا قالوا لا ده فيه تفصيل يبقى مائع مفهمها إيه مولانا جامد والجامد فيه إيه في تفصيل تفصيل إيه قالوا إذا كان الخارج دودا أحيانا الإنسان يخرج منه الدود من الدبر إذا كان الخارج دودا من القبل أو الدبر أو شيئا متصلبا خرج منه شيء جامد بلع مثلا قطعة حديد فخارجت من أحد السبيلين ها يبقى دي متصلبة متصلبة هي طاهرة في ذاتها ولكنها متنجسة أو خرج من بطنه مثلا شيء زي البزرة بحيث إن البزرة دي لو أخدناها ما وصلت مش واخدين بالكم عندنا في مصر هنا بس مش دلوقتي قديما كده كان ممكن يكل البرطقانة كلها على بعض ببزرها ولما يجي خش الحمام يعمل بيبيه ينزل البزر زي ما هو لو خدنا البزر ده البزر ده بقى ناجس ولا طاهر ده محل البحث قال لو خدناه وحطناه في الأرض فبدأ يبقى زرع تاني يبقى طاهر هو ده بيحصل لا ده عبارة عن تخيل فقهي انت عايز تبقى فقه ارسل عقلك للخيال الفقهي الواسع طب ده كده يعني لا اما مش كده الموضوع مش كده لازم انت تتخيل انت هنا التصوير ده أول جزء من أجزاء العملية الفقهية السليمة التصوير والخالي الواسع فنزلت من بطنه البزر دي او مثلا اكلة يعني طمرة كلها على بعض نزلت المعدة بعد كده المعدة هضمت ما يهضم وطلعت له النواية النواية دي ايه بقى المعدة لم تهضمها طب دي بقى يعني طهرة ولا نجسة في ذاتها هي متنجسة بس همكلم على ذاتها نجسة ولا طاهرة قالوا والله لو افترضنا ان هي اخذت وزرعت فنبتت هتبقى طاهرة وما لا هتبقى ايه هتبقى متنجسة بس طب وإن كان اللي خارج من المعدة بعر يعني احيانا حضراتكم ما عرفش انتم شفتوا المعيز والخرفان ولا لا حد منكم شاف معيز وخرفان المعيز والخرفان اقص انت ما شفتش في مصر قابل العيد الكبير اللي هو عيد القطحة هتجد ناس معهم بعض الغنم يمشونه بها احيانا المعيز يعني ايه بتعمل ببيف الشارع عالش هما يعني المعيز ألالات قدب وهي ماشية بتعمل بيبيه في الشارع بتنزل كده حاجات كورس وننة كده كورس وننة الكور دي اسمها بعر البعر ده ناجس ايه هاب انه واحد مثلا يعني دس عليها وعايز يصلي بالجذب انا منفعش لانها ناجس يبقى يا اخواننا مائع مفهومة ايه جامد والجامد ده فيه تفصيل في بعض الاحوال يكون طاهر وفي بعض الاحوال يكون ناجس اكتب بقى القعدة دي عندك قالها سبن الشيخ البجوري ان المفهومة اذا كان فيه تفصيل لا يعترض به فمفهوم مائع جامد والجامد اقساب في قسمه يبقى طاهر وفي قسمه يبقى ناجس طيب تفهمنا كده يلا سواني كده عشرة خرج بقوله من السبيلين الخارج من بقية المنافذ منافذ البدن اللي هو يا مشايخ اللي هو الانف والفم والاذن منفذ العين مش منفذ لان عين ذات فيها مسام بس هنا ممكن تجعل منفذ يعني لان بيخرج منها سائل بخلاف الصيام لم تجعل منفذ فرق حاجات دكيقة دكيقة زي الدكيق فالخارج من بقية المسام طاهر الا القيء الخارج من الفم بعد وصوله الى المعدة وان لم يتغير وان خرج حالا هيك تبقى عندك دي كلف زهنك القيء الخارج من الفم بعد وصوله الى المعدة وان لم يتغير نجس حتى وان خرج فورا شربت شوية مية نزلوا الى المعدة رجعوا فورا المية اللي انت شربتها دي نجس طب دي ما تغيرتش لا لان القيء نجس ما عدا المتصلب يعني ايه المتصلب يعني حضرتك اكلت التمرة كاملة بلعتها نزلت التمرة سبحان الله حصلك القيء طلعت التمرة مرة تاني وجوها الله النواية النواية دي الطاهرة ولكنها متنجس فالقيء يا اخوانا ايه نجس هو الباب ده لطيف بس هو باب يعني ايه محتاج محدش يكل بعد نجس ايه الدليل قالوا فيه ادلة في البخاري روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بهما اتي له بحجرين واتي له بروثة يعني ايه يعني فضلات حيوانات حيوانات غير نطقة اخذ الحجرين ورد الروثة قالوا هات حجرين دولة ينفعوا طبوا الروثة قالوا بعدها انها نقريكس ريكس يعني ايه يعني ناجس لان الريكس هو الناجس وروا مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الذي يعذب في قبره حديث اللذان يعذبان في قبرهما فقال اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله يعني رتب العقاب على عدم الاستبراء لانه كان يتعامل مع النجاسة ومن هنا اخذ فقهاء اخذ فقهاءنا ان التضمخ بالنجاسة حرام من هذا الحديث والتضمخ لا يقوم الا اذا كان ارد او غير رتب ايه حتى لو كان نجافا اه ياخدوا كده وعمال يعمل كده بالنجاسة عندنا في مصر بعد ان يذبحوا بعد ذبح الاضاحي يضعون ايديهم في الدم ويضعونها هكذا على الحيطان هذا تضمخ بالنجاسة وهذا حرام وهم يفعلون هذا من اجل ابعاد العين وابعاد الحسد يقول لك خمسة وخميسة طب ما صرين لهم ثقافة كتير مش بدعة طب ما انت بتقول البول نجس طب ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجازة للعرانيين ان يشربوا ابوال الابل والحنبل استدلوا بالملكية استدلوا بهذا الحديث على ان بول ما كان لحمه طاهر والشفعال لا مش طاهر قال طب ما هو النبي اجازة لهم ان يشربوا الاصل هم شربوه للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر احفظ دي كمان التداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه التداوي بالنجس يعني بالشيء النجس جائز عند فقد الطاهر الذي الذي يقوم مقامه فبقال لك طبه النبي قال في حديث ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها والنجس محرم على الامة قالوا هذا الحديث هذا الحديث محمول وما عد ذلك كلها طاهرة فهي طاهرة على المعتمد واستدل علماؤنا بان بركة الحبشية شربت بولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ورسول الله لا يقر أحدا على منكر فلو كان منكرا لمنعها من ذلك فتركها وأبو طيبة شرب دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد فضل أو حجام لأدفنه فأخذه وشرب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خالط دمه دمي لم تمسه النار خلاص يا ليت نزال وابن الزبير فعل ذلك وهو غلام النبي برضك اداله ادامه عشان يدفنه قال دا يدفن شربه تبركا وحبا الحب يا مولانا أما بقى اللي ما حبش قلبه فيه اللي فيه خليك على جنب عالج نفسك الأول وشوف الحب جوه اعمله مقياس ولو أخذت هذه أخذت هذا الحكم بأرياحية وطيب نفس اعلم أنك محب امتعط اعلم أنك يعني داخل في دائرة أخرى دائرة أنك ترى نفسك إنسان ونبينا صلى الله عليه وسلم ولكن نبينا كامل مكمل إنسانية كاملة مع إنسانية ناقصة إنت عايس نفسك على سيدنا رسول الله غلا ما بي إس وأحاديث كثيرة في هذا المضمار فالمعتمد إن فضلات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرة أين هي حتى نتبرك بها فندخل بسببها الجنة طيب وكذا الإمام الزركاشي قال وكذا فضلات بقية الأنبياء طاهرة كذلك عدى الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية الأنبياء احفظ الحاجات اللطيفة دي كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا معتاد الخروج يخرج بكثرة باعتياد كالبول والغائط نجس فيما عدى فضلات النبي صلى الله عليه وسلم وفضلات الأنبياء على الحق الزركاشي وكذلك النادر إذا خرج من السبيلين سواء كان دما أو قيحا أو صديدا كذلك نجس ولو كان ذلك من حيوان مأكل أو غير مأكل عند السادة الشافعية خلافا للإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه لأن الإمام مالك يرى أن يعني فضلات المأكل طاهرة وحتى أخي مثلا قياس أسكان سيدنا الإمام مالك يرى أن مأكل اللحم فضلات طاهرة طب ما بالك بسيدنا رسول الله يعني اللي قائل بالنجاسة ده يعني ما عرفش ده جبه منين يعني هو عايز القصة على بقية البشر يعني معلش هو رأي في المذهب ولكن المعتمد الذي قلناه الماذي الماذي ناجس لأنه يخرج من السبيلين سبيلين يخرج من القبل هيخرج من الضبر وهو وهو بالمعجمة يعني ماذي مش ماذي معلش لازم نمتع الدرس كده بالضحكة ماء أبيض يعني يشبه الماء ماء أبيض زي الماء بالضبط الذي تشربه رقيق يعني جرمه رقيق مش غليظ يخرج بلا شهوة وهو يخرج ليس معه شهوة قوية ليس معه شهوة قوية ويخرج عند ثوران الشهوة وبعد خروجه لا تنكسر الشهوة يعني فورا وأما الودي الودي بالمهملة يعني بالدال ودي ودي ماء أبيض كدر كدر يعني مطرب ثخين ثخين يعني غليظ يخرج عقب البول إنسان بعدما يتبول يجد مثل هذا السائل أو عندما يحمل شيئا ثقيلا وعندنا في مصر يقول لك ويحزع ينزل الودي أو هو بيشرح الدرس عندما يشتد على نفسه بس ده ما بيحصلش الحمد لله طيب وكل ماء إن خرج من السليلين نجس إلا المني بس إلا المني فالمني عندنا معاشر الشافعية طاهر في حد ذاته لكن علماء الشافعية قالوا يستحب أن يغسل المكان الذي أصابه المني خروجا من خلاف من أوجب على من أصابه أن يغتسل لأن الإمام أبو حنيف يرى نجاسة المني وماذا يرى نجاسة المني يبقى هو يقول إنه واجب الغسل ومن أدلة الشافعية على ذلك أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يصلي فيه كانت بتغسله كانت بتحك تفرق تفرق المني طب ما هنتم بتقولوا إني فأضلات سيدنا رسول الله الطاهرة فأين الدليل ألمه المني اللي هو ستين عائشة كانت تفرقه ده مني سيدنا رسول الله ومني ها معا هكذا قال المحقق البجوري قال والمراد المني المختلط يعني المني اللي كانت ستين عائشة تفرقه من زي رسول الله ومن ثوب رسول الله هو يعني المني المختلط بمني زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم لا مني النبي وحده لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتلم ده الاحتلام من تلعب الشيطان برأس 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 الإنسان وسيدنا رسول الله لم يصلط عليه الشيطان وإنما أسلم على يديه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان لا يحتلم لأن الاحتلام من تلعب الشيطان وهو ليس له على النبي صلى الله عليه سلم سبيل طيب ده مني الأدمي طيب مني غير الأدمي قالوا مني غير الأدمي يتبع الحيوان نفسه إن كان الحيوان طاهر مني طاهر إن كان الحيوان نجس يبقى مني نجس وعلى ذلك لا يكون هناك مني نجس إلا مني الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر فهمنا طيب خلصنا هات يا مولانا الفقر اللي بعديه وغسل جميع الأبوال والأرواس واجب إلا قول الصبي بس أي غسل المحل وبيقولك غسل البول هو البول نفسه يتغسل الله وهكذا فيبقى ده على حسف مضاف أو نقدر نقول بقى في حاجة تانية أنه أطلق الحال وأراد المحل يبقى غسله الأبوال شفت بقى العلماء وانت بتقرأ لاحظ يعني غسل المكان الذي يصيبه البول والأبوال دي جمع جمع بول وهذه الأبوال أي الأماكن التي يصيبها البول تغسل سواء كانت من حيوان غير مأكول أو من حيوان مأكول لا خلاف في ذلك عندنا معاشر الشافعية خلافا للإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه وغسله جميع الأبوال والأرواث الأرواث دي جمع إيه جوع روث والراوث ده إيه اللي هو العذرة قيل كده الراوث والعذرة مترادفان العذرة اللي هو بيخرج منين بيخرج من الإنسان أو بيخرج من الحيوان يعني عند الإنسان يسمى غائط عند غير الإنسان يسمى راوث قالوا واجب يعني واجب شرع بحيث إنه لو لم يفعلوا آثمة طيب هل الغسل واجب على الفور أم واجب على الطراخ قالوا واجب أي فوراً إن كان ما أصابه من النجاسات بسبب معصيته يعني هو في الأصل مش واجب على الفور واجب على الطراخ إلا إذا كانت هذه النجاسة متضمخ بها أو عصى بسببها فإنه إذا كان عاصياً يعني على سبيل المثال بعدما دبح الأضاحي حطي إيده في الدم ووضع يده على الحائط ده حرام واجب عليه أن يغسل يده فوراً لأنه عاصي طيب ما أقول لك جاء غسل جميع الأبوال والأرواث النجاسات واجباً على الفور إذا كان بمعصية أما إذا أصابه بلا قصد ولو كان من مغلص فإنه لا يجب على الفور وما ليجب إمتى بالقيام إلى الصلاة طيب كويس حتة حلوة والنجاسة على قسمين النجاسة على قسمين عينية وحكمية العينية هي التي لها جرم جرم يعني إيه؟ يعني جسم جميل أو طعم تدقها كده لها طعم أو لون ملونة بألوان الطيف أو ريح مشمومة يبقى دي نجاسة عينية لأنها مدركة بأحد الحواس جرم ده الجرم ده يدرك بالعين والطعم بالذوق حسة واللون أيضاً عين والريح شام وبردك خلي بالك الجرم بردك يدرك باللمس وحكمية وهي التي لا جرم لها ملهاش جسم هي وصف قائم بالمحل ولا طعم ندوها كده هو ما فيش صلى عن نبي وقعت نقطة باول على الثوب وجفت بسبب الشمس دي نجاسة إيه حكمية كلب كان معدي واستضم بيه وكان هو مبلول فبل الثياب عندي وجف ثيابي أصبحت نجاسة إيه حكمية لا جرم لها لأن هي ملهاش جسم ما فيش جسم على السوب عندي ولكن السوب وصف بأنه نجس وملهاش طعم يخالف ملهاش طعم يخالف طعم السوب والسوب كمالي طعم أصلاً وملهاش لون الكلب لما جيه جنبي كده هو وحك فيه مع البلل الجلبية كانت بضة ما بقتش سودة ملهاش لون أصلاً وملهاش ريحة يبقى دي اسمها نجاسة إيه حكمية وقالوا أيضاً هنا وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ بَعْدَ الْغَصْلِ يعني حضرتك بعد ما تغسل النجاسة لا يشترط إن حضرتك تعصر الثوب ليه؟ لأن بعد ما تغسل أصبح الثوب طاهر وأصبح البلل اللي فيه كذلك طاهر ولكن قالوا بأنه يستحب أن تعصر الثوبة بعد غسله خروجاً من خلاف من أوجب غسله طيب كيفية بقى الغسل؟ هنعمل إيه؟ ما هو الغسل ده برضك الشرع جاء وبينه لنا قالوا المعتبر في المسمات بالنجاسة العينية زوال جرمها يعني مثلاً افترضنا إن فيه انت واقف فالحمامة يعني إراثت على ثيابك وإحنا عادينا زمان وإحنا كنا بندرس بنقف في الأزر كانت الحمامة تيجي فوقنا وتعملها فتيجي على الطائية أهي طائية خلاصة بقى فيها أهي راوث زبل الحمام أخبرك بيسموه يعني فضلات الحمام تسمى زبل يبقى لازم أن أعمل إيه؟ لابد أن أزيل الجرم جسم النجاسة دي أول حاجة بزوال جرمها طيب بعد ما زلت جرمها أصبح في لون أعمل إيه؟ ما بيحصل لكش الكلام ده؟ ما حصل لكش في مرة كده أن أنت وإنت واقف الحمامة يعني راثت عليك؟ ده أنا كنت دايماً ولا لما كنت ساكن في الهرم أطلع أف في البلكونة صباحاً الحمامة كانت مستقصداني كلما أطلع أف في البلكونة الحمامة تبول على رأسي واخبالك وداوت حضرتك لما كنا بننشق الغسيل ونحن صغار أو كبار برضك الحمامة تأتي وتروث على الثياب طيب كيف نغسل الثياب؟ أول حاجة نشيل العين طيب بعد ما نشيل العين وعالج الأوصاف عالج الأوصاف يعني إيه؟ يعني أزيل الأوصاف أزيلها بإيه؟ بالصابون طيب إن كان اللون يتوقف على الغسل بالصابون أو بالإريل ينبغي عليك أن تغسله بالإريل إذا أمكن ذلك سريعاً طيب يا ميسر فإن بقي طعم النجاسة هاب إن أنا بعد ما غسلت شلت العين وحاولت إن أنا أزيل اللون بقي طعم النجاسة طب عرفتها منين؟ دقتها كده للتجربة إيه ده طب ما أنت مش بتقول نجس ولا يجوز إن أنت تتذوق النجس قال له السنجس مشكوك فيه قبل ما تذوقه ومدام ما شكوك فيه بقى يجوز تذوقه فإن بقي طعم النجاسة فلا يعفى عنه إلا إذا تعذرش فإن بقي طعم النجاسة ضر دقتك كده الثوب بعدها إيه ده ده دوة طعم بتاعدي الزبلة بتاعة الحمامة قال فلا يعفى عنه ده الحمامة بس زبلة الحمامة دي تقريب إلا إن تعذر إن تعذر يعني لم يمكن إزالته إلا بقطع ما أصابه موجود عمالة أغسل فيها مش عايزة تزول لسه موجود عمال لسه موجود خلاص بقى مش هتزول خلاص يعفى عنه لأنه متعذر الإزالة لا يزول إلا بالقطع فيعفى عنه ما دام متعذرا فيكون المحل نجسا معفوا عنه يعني ما معفو عنه يعني ممكن أن أقولش أصلي بيه فيش مانا خلاص للعفو عن ذلك ولا يكون المحل طاهرا يبقى المحل معفو عنه وليس محلا طاهرا ضابط التعذر قال لا يزول إلا بالقطع فإن قدر بعد ذلك فضلت أغسلها أغسلها مش عايزة تزول خلاص أنا هعمل إيه يبقى هنا خلاص تعذر علي إزالتها طب انفرد إنه بعد كده حمد لله أمكن إن أنا أزيل اللون وأمكن إن أنا أزيل الطعم قال وجب حينئذ طب والصلاة لنا صلتها قبل ذلك قبل الإزالة من عندي مرحلتين المرحلة الأولى حاولت أن أزيل يعني الطعم وأزيل اللون فعجزت عن ذلك إلا بقطع هذا المكان الذي وقعت عليه النجاس فسألت المؤسسات الإفتائية فقالوا لي هو معفو عنه هو نجس معفو عنه وصلي ثم صليت وبعد أن صليت يعني خرج اختراع جديد لإزالة هذه النجاسات فأزلتها طلع كده مسحوق اسمه مسحوق يا ماما المسحوق ده إذا أخذنا شوية وحطناها على السوب وأخي بارك غسلناها أزالت العي أزالت اللون وأزالت الطعم طب والصلاة بألا أنا صلتها قبل كده عندما أفتيت بأن ذلك معفو عنه هل أعيدها بعد إمكاني إزالة اللون وإمكاني إزالة الطعم قالوا لا تعيدها ليه هل لأنها كان معفو لأن أنت أفتيت بأنها معفو عنها ولو قلنا لك أعيد هذه الصلاة لما كان هناك قيمة للعفو لأن معنى العفو أن تصلي بها على حالها إن بقي لون أو ريح يعني أحدهم عصر زواله لم يضر يبقى خلي بالك الطعم بس هو اللي يشترط فيه التعذر فلو بقي الطعم وتعذرت إزالته فإنه حينئذ لا يضر ليه قالوا لأن وجود الطعم دليل على وجود الجر لكنه ما قدرناش نشيله لأن أحيانا بعض الثياب بس إنتوا لو تأملتوا الواقع كويس قوي بعض الثياب القطنية بيتشرب من النجاسة ويصبح إن إحنا نغسل نغسل مش عايز يزال خلاص وندوق كده لا طعم النجاسة لسه موجود ومدام طعم النجاسة موجود يدل على أن العين ما زالت باقية فإن عجزنا عن الإزالة فإنه حينئذ يعني لا يضر ويعفى وصلي والحمد لله طب إفردني اللون بس هو الوحد اللي موجود وتعصرت أو عصر إزالة اللون قال لم يضر مش الشرط هو تعذر إزالة اللون لا الشرط هو تعصر التعصر يعني المشقة الزائدة أما التعذر يعني لا يزال إلا بالقطع فهمنا الفرق ما بين التعصر والتعذر التعذر معناه أنه لا تزول النجاسة إلا إذا قطعنا المكان الذي وقعت عليه النجاسة وأما التعصر معناه المشقة الزائدة نفضل نعصر ونفضل نحك نحك ونجيب أدوات نظافة وأدوات وأدوات وفي الآخر الحمد لله بتزول لكن زالت بعد مشقة شديدة المشقة الشديدة هي التعصر فإن بقي اللون أو الريح وعصر زواله لم يضر ولا يجب حينئذ زواله بقي اللل وحده خلاص وتعصرت زواله وشق علينا إزالته لا يضر بقي الريح وحده وعصر علينا الإزالة لا يضر ونصلي ولا شيء علينا طيب وهناك ضابط آخر قالوا وضابط التعصر قال لا يزول بالحت بالماء ثلاثة مرات بس ده أحسن كمان ما هي ده تطبيق للمشقة قال لك تفضل تحكه تقرسه كده مرة تقرسه مرتين تقرسه ثلاثة ما يزولش اللون ما تزولش الرائح خلاص يبقى أنت حينئذ تعصر عليك صلي على حالك ولا تعيد الصلاة فإذا قدرت بعد ذلك على الإزالة يبقى المحل إيه يبقى المحل طاهر طب قبل مزيل اللون وقبل مزيل الرائحة التي تعصر إزالتها هيبقى المحل معفو عنه أصلي ولا أعيد طب افرد أننا بعد كده الحمد لله لما جيت بقى وصليت وده بيحصل كتير لو أنتم كنتوا بتمارسوا الغسيل بنفسيكم هتعرفوا الكلام ده تيجي بقى بعد ما السوبي يجلس فترة تيجي تقوم غسله اللون بيزول طيب دوت بقى بيخلينا هل يجعلنا نقض الصلوات السابقة لا ويكون بعد ذلك المحل طاهرا إن بقي نحن تكلمنا فيما إذا بقي أحدهما بقي اللون أو بقي الريح إن بقي أي اللون والريح في محل واحد مكان واحد اللون لون النجاسة والريحة طلع من المكان اللي في اللون يجب إزالتهما كما في بقاء الطعم لأن وجود اللون ووجود الريحة في مكان واحد دليل قوي على وجود جسم النجاسة كما في الطعم طيب افرد إن كلها مسائل الطوب واحد لكن واحد فيه اللون وجنبه فيه الرائحة قال له لا ما يدرش يبقى اغسلهم فإن تعصره لم يدر النجاسة الحكمية إيه الضابط في تطهرها الضابط في تطهرها هو أن يجري الماء على المحل الذي وصف بالنجاسة جميل زي ايه كده زي نقطة بول وقعت على الثوب فجف الثوب يكفيني بس أن الثوب يغمر بالماء بحيث يتقاطر منه الماء ولا شيء بعد ذلك طيب إلا بول الصبي الذي لم يحب الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه بس بس طيب بيقول إلا بول الصبي يبقى هنا بول الصبي لا يجب فيه الغسل وإنما يجزئ فيه الرش إيش الفرق ما بين الغسل والرش الغسل يجب أن يعم الماء المحل ويتقاطر الماء من المحل طيب الرش هيعم الماء المحل ولا يتقاطر الماء من المحل الفرق بينهما إن في الغسل الماء بتنزل بتتقاطر في الرش ما بتنزلش الماء بس تعم المحل وخلاص بدون أن يتقاطر لكن لو تقاطر يبقى غسل ما تقاطرش يبقى رش يبقى بول الصبي خرج بول الصبي خرج بالبول إيه غائط الصبي طب وخرج بالصبي الصبية الذي لم يأكل الطعام خرج الذي أكل الطعام وبعضهم زاد على سبيل التغذي الذي لم يأكل الطعام مطلقا بوله يرش أكل الطعام على سبيل التغذي بوله يرش هو في حد يأكل الطعام على غير سبيل التقوت والتغزي وضعنا له مثلا طمر الضقه من أجل أننا نحنقه وضعنا له شوية سكر كده عشان الطبيب قال لنا السكر دوت يعني هيرجع له صحته يبقى دناول السفوف من أجل الإصلاح اللي هو السكر يبقى إلا بولا الصبي الذي لم يأكل الطعام أما إذا أكل الطعام خلاص لا يجزئ في بوله إلا الغسل وزاد العلماء وأن يكون ذلك في الحولين يعني أن لا يأكل الطعام في الحولين أما إذا يعني مثلا فضل يرضع بعد الحولين قال بعد الحولين رضع ما رضعش لا يجزئ في بوله إلا الغسل هنا بس في فايدة معلش قالوا لابد مع الرش من زوال الأوصاف افرد أن الصبي صغير لما بال يعني وجد مثلا للنجاسة رائحة قالوا لابد من زوال الرائحة يبقى أفضل أرش عليها ما أرش ما إلى أن تزول الرائحة نعم طبعا ده أكيد يزال أولا ثم بعد ذلك يرش هو الغالب في يعني وقوع البولة على الثوب أنه بعد ذلك بينزل وتذهب عين النجاسة ويظل المحل رطبا طيب يا مولان يل اللي وراه ولا يغفى عن شيء من النجاسات إلا يسر من الجم ونقيه هنا هنتكلم يا مشيخ الإسلام عن المعفوات ولا يغفى عن شيء من النجاسات يعني من الأعيان النجسة إلا اليسير وشرطوا في اليسير أن يكون من غير مغلص يعني من غير كلب وخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان آخر وخرج باليسير الكثير فلا يعفى عن الكثير من الدم والقيح وضابط القلة والكثرة العرف فحيثما حاكم العرف بأن ذلك كثيرا فهو كثير وحيثما حاكم العرف بأن ذلك يسير فهو يسير وضابط العفو أن يكون القيح والصديد وما قام مقامهما من يعني النفاطات والجراح وإلى آخره أن يكون من الشخص نفسه فلا يعفى عن الدم الذي خرج من أخي ووقع على ثيابي حتى وإن كان قليل يبقى الدم والصديد لابد أن يكون مني أنا وأن وأن لا يختلط بأجنبي ويشترط أنه ما يختلطش بأجنبي إفرد أنه خرج مني شوي الدم على ثوبي ووقع عليهم ما يبقى اختلط بأجنبي يبقى لا عفو حتى وإن كان قليل حتى وإن كان مني وأن لا يتجاوز محل وقوعه ما يفرش هو وقع هنا ما يتحركش عن مكانه طيب اتحرك يبقى ليس معفوا عنه فهمنا مشاخي الإسلام ويعفى عنهما حيث كان في الثوب ثوب المصلي أو بدن المصلي وسواء كان ذلك من أجل الصلاة أو من أجل الطواف أو من أجل قراءة القرآن وهكذا يعني كان الدم اليسير موجود في ثوبي وأنا أصلي وكان مني ولم يختلط بأجنبي ولم يعني يتعدى محله ولم يكن ذلك باعتداء مني حينئذ يعفى عنه وأصلي وأنا حامل هذا الدم وأطوف وأنا حامل هذا الدم وأقرأ القرآن وأمس المصحف وأنا حامل هذا الدم وهكذا قالوا محل العفو في الثوب حيث احتاج إليه ألي الثوب دوت لو وقع عليه الدم من القليل بالشرط التي ذكرناها يجوز لك أن تصلي فيه إن كنت محتاجا إليه حتى ولو كان احتياجك في له من أجل أن تتجمل وأن تواقف أمام الله سبحانه وتعالى أما إن لم تكن محتاجا إليه ولو للتجمل فلا يعفى ولا تصح الصلاة فيه طب يلا اللي بعد وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ وَمَاتَ فِيهِ إِمْ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا الْيَسِيرَ وَمِنَ الْيَسِيرَ وَمَاتَ فِيهِ وإلا ما لا نفس له سائلة فما لا نفس له سائلة وإن كان ناجسا فهو معفو عنه يبقى معطوف على إيه على اليسير طي ونفس سائلة يعني يعني بيقولك إنك أنت لو شقت عضو منه لا يسيل له دم أطعت جناح الزبابة مش أسيل له دم إذا وقع في الإناء حيا وكان فيه ماء قليل أو مائع ومات في الإناء لا يضر ولا ينجس الإناء لأنها نجاسة معفو عنها بشرط إن حضرتك ما ترمهوش كده هو حي في الإناء ويموت في الإناء لأنك معتدي ولا ينبغي أن تفعل هذا حتى ولو كان اللي مسكه طفل صغير مسك دبانة كده هو ورماها في الشراب فوقعت في الشراب فماتت يبقى حين إذن ليس هذا من محل العفو ولو طرحه حيا لم يضر وإن وصل ميتا طيب لأنه إن بقى له اختيار هو يضر متى؟ يضر إذا طرح ميتا ووصل ميتا أما إذا طرح حيا ووصل إليه ميتا فإنه لا يضر ليه؟ لأننا لما مسكته كده وطرحته وهو حي ووصل إلى الماء فهو له اختيار في الجملة فمش أنا اللي دفعت بهذه الدفعة ده هو له اختيار فضل يطير 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 لغاية أما ويعفيه الشراب ولو طرحه ميتا ووصل ميتا ضر ويشترط ألا تكثر ألا يكثر ما لا نفس له سائلة في الإناء بحيث يغير الإناء فإن كثر بحيث إنه يغير الإناء ضر ده بقى العفو له شروطه أولي مولانا اللي بعد وما لا نفس له سائلة إذا وقع لا نفسي إيه بائك رضي الله عنك وأرضاك هات غير السائل نعم نعم مولى مولانا فإنه لا ينجسه والحيوان والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما أو من أحدهم الحيوان كله طاهر وكذا الجماد كل حيوان وكل جماد طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر والحيوان ما له روح والجماد ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان يعني مني ولا جزء حيوان كيد ورأس ولا منفصل من حيوان كلعاب وريق وبعر وإلى آخره وأصل كل حيوان المني والعلق والمضغة وأصل كل حيوان تابع للحيوان طهارة ونجاسة فإن كان الحيوان طاهرا كان أصله طاهر وهو المني وإن كان الحيوان نجسا كان أصله نجسا وهو المني كمني الكلب والخنزير نجس ليه؟ لأن الكلب نفسه نجس المني نجس أصله نجس المنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا يعني كل من فصل من الكلب والخنزير نجس الشعر والعظم وكله المنفصل من الحيوان الطاهر إن كان رشحا كالريق طاهر والعرق طاهر وغيرهم طاهر رشح يعني بيخرج رشحات دفعات طيب أو كان الذي يخرج مما له استحالة في الباطن فنجس كالبول خرج البول آه البول ده نجس ليه لأنه بيتحول أنا بشرب باكل بيتحول هذا إلى بول ثم بعد ذلك بيخرج وما له استحالة في الباطن وكان استحالة إلى صلاح كاللبن من مأكول ومن الآدمي يبقى طاهر والبيض له استحالة في الباطن كذلك يكون طاهرا والميتة يل اللي بعد والميتة كلها نجسة إلا السمك والجران والألمين والميتة الميتة هي الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية زائلة حياة يعني ذهبت حياتها وذهبت روحها بغير أن تذكى ذكاة شرعية وستأتي بعد ذلك شروط الذكاة الشرعية وأركانها إما أن تكون في الآلة وإما أن يكون في الإنسان الذي يقوم بالآلة وإما أن تكون في الحيوان الذي يزكى وهكذا فالميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي السمك الحي داخل في قوله والحيوان والإنسان الآدمي داخل في الحيوان والجراد الحي داخل في الحيوان فكلها الطاهر في حال حياته وبعد موتها السمك والجراد والآدمي من الطاهرات السمك هو كل ما لا يعيش إلا في الماء وإذا خرج من الماء كان عيشه خارج الماء عيش مذبوح طلع كده السمكة برة هتلاقها بتفارفر تتحرك حركة المذبوح يعني إيه التفارفر المصرين يقول لك تفارفر يعني بتتحرك حركة المذبوح الجراد الحي قلنا داخل في الإنسان والآدمي داخل الحي داخل في الحيوان الجراد الحي داخل في الحيوان والآدمي الحي داخل في الحيوان الدليل على ذلك حديث سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان ومدام حللت تبقى طاهرة لأنه لا يحل الله لنا إلا الطاهر في حال السعة وأما الدليل على إن الإنسان ميتته طاهرة سواء كان مسلما أو كان كافرا إلى آخره قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم قالوا المفهوم من التكريم أن الإنسان لا ينقص لا في حال الحياة ولا في حال الموت وإلا لو نجس أين التكريم يل إلا بعد ويغسل الإناء من أولوه الكتب والذنزيل سبع مرات إحدى هن بالتراب ويغسل الإناء الإناء ليس بقيد بل مثله الثوب والبادل إذا ولغ الكلب في الثوب ولغ يعني إيه كده هو يعني حرك لسانه كده كده يبقى ولوغ لحسن ما يكونونش عارفين اللغة نعرفكم حديث عهد بلغة يبقى ولغ في الثوب أو ولغ في البادل أو ولغ في الكوب أو في الإناء طب هو ذكر للإناء له لأنه أراد أن يتبركه بما ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والولوغ أنا فصرت لكم الولوغ بالفعل وأما تفسيره بالقول فهو أخذ الماء أو أخذ الشيء بطرف اللسان كده كون الغسل سبعا طب هو قال لي بقى يغسل سبع مرات إحدهونا بالطراب ده اللي ورد في الحديث كده هل له علة قالوا لا نعقل علته لا نعلم له علة كون الغسل سبع مرات لا يعقل معناه يعني إحنا الفقهاء ما اطلعوش لي على علة سبع مرات يقول لك سبع مرات منصوب على أنه مفعول مطلق مبين لعدد الغسل يعني يغسل غسل سبع مرات كيفيات المزج بقى ما أنا همزج الطراب ما بيقول لك سبع مرات إحدهونا بالطراب إزاي قالوا كيفيات المزج لها صور المزج له صور مزج الطراب بالماء ما هو خلاص بصوا خلي بالكم أدي الإناء هو الكلب ولغ فيه حط الإناء قدامك هاتي الطراب حط الطراب على الماء أدي صورة وبعد كده حطه على الإناء يغمر الإناء كل الصورة الثانية وضع الطراب أولا على الإناء ثم بعد ذلك وضع الماء وضع الماء ثم بعد ذلك وضع الطراب ثلاث صور الثلاث صور ديت في كل الأحوال لا لها تفصيل اسمع بقى تفصيلها يبقى ديت صور المزج إما أن أنت تمزج الطراب والماء خارج الإناء وتضع الطراب والماء جوى الإناء معا بعد ذلك أو إما أن تجعل الطراب أولا على الإناء ثم تجعل بعده الماء وإما أن تجعل الماء في الإناء وتجعل بعده الطراب إهداء الحالات دي بقى لها تفصيل اسمع تفصيله إن كان المحل جاثا يعني الكلب ولغ فيه وولوغ الكلب جاثا الحمد لله كفى في هذه الصورة الثلاث صور من صور المزج بسيط كده في الإناء الطبق بنسميه طبق إناء يعني إيه؟ يعني طبق يعني يا مولانا يعني طبق الطبق اللي ولغ فيه الإناء ولغ الكلب فيه الطبق الذي ولغ فيه الكلب ولغ فيه وجف الولوغ يكفيني أي صورة من صور المزج أحط الطراب والماء في إناء خارجي ثم أجعله على الإناء الذي ولغ منه الكلب أحط الطراب الأول وبعد ذلك الماء أحط الماء الأول وبعد ذلك الطراب تكفي أي صورة من هذه الصور حتى ولو كان أوصاف النجاسة باقية في المحل الريحة موجود ثم إن كان في المحل جرم النجاسة الكلب عمل بيبيه جوه الإناء لأنه كلب وابن كلب كمان ثم إن كان في المحل جرم النجاسة قال له بس لا يكفي أي صورة من هذه الصور الثلاث وما لعمل إيه انزع الجرم أولا وانزع عين النجاسة البيبي بتاع الكلب المجرم دا اللي عملها في الإناء شيله ثم بعد ذلك ينظر في المحل فإن كان المحل رطبا لو كان المحل رطب يكفي صورتين كفى كل من الأولين إننا أجي برة آتي إلى الخارج خارج الإناء الذي فيه هذا وأضع الماء على التراب أو التراب على الماء ثم بعد ذلك أجعله على الإناء أو إن أنا أحط الماء الأول ما هي واردة الماء واردة نعم نعم ثم بعد ذلك أجعل الطراب طب ولكن ما حطش الطراب وبعد كده أجعل الماء ليه لأن الطراب ليس له قوة الورود على النجاسة الماء الوحيدة الماء الوحيد هو الذي له قوة الورود على النجاسة فممكن أحط الماء الأول يبقى الماء أصبح وارد على النجاسة يطهر ثم أجعل بعد ذلك بعده الطراب يا السلام بارك الله وفيش التوت بيقولك بالطراب فين متن أبي شجاع بيقوله ويوصل الإناء من أولوغ الكلب والمنزيل سبع مرات إحدى هن بالطراب إحدى هن إحدى هن يعني يعني أي مرة من المرات السابعة حتى ولو كانت السابعة فيجزئ في الأول أو الثانية أو الثالث أو الرابعة أو الخمسة أو السادس أو السابعة والأفضل أن لا يكون في السابعة قالوا بالطراب قالوا ولو كان طرابا بيئة القوة مثل الطين ما هو الطين ده طراب بالقوة لماذا لأنه بعد الجفاف يصير طرابا والرمل الناعم الذي له غبار مثله مثل الطراب ولا يكفي غير الطراب مثل الصبون والأشنان خلينا بالعيد عن الأشنان الأشنان ده كان بذر الكتان زمان بيغسلوا به لكن دلوقتي الصبون أو المساحيق الحديثة الكيميائية لا تكفي لأن الطراب معين في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحدى هن بالطراب فالشرع حدد وعين لنا أن تكون واحدة من السبع بالطراب طيب التراب بقى هل يكفي أن يكون متنجسا قالوا لا لابد أن يكون الطراب طرابا طهورا فلا يكفي الناجس ولا يكفي المتنجس ولا يكفي الطراب المستعمل في التيمم ولا يكفي الطراب المستعمل في النجاسة المغلزة يعني أنا غسلت بالطراب إناء ولغ فيه الكلب وبعد ذلك أخذنا هذا الطراب وجف هل يجوز أن نحن نغسل به مرة تانية قالوا لا ويشترط أن يوضع الطراب على المكان الذي ولغ فيه الكلب ويعم المحل امسك يلا الى بعده ويوصل لسائر النجاسات مرة تأتي عليه بس أنت عندك والثلاثة أفضل قال ويغسل أي يغسل الشيء المتنجس مطلقا هو انت التفت من الكلام على الإناء وتكلم بعد ذلك على كل الأشياء ده إنه ويغسل يعني يغسل الشيء المتنجس من سائر النجاسات سائر يعني باقي وهي أصلها من السؤر وسؤر الشيء أي بقيته أي ما عدا النجاسة المغلظة يعني من سائر يعني من باقي النجاسات ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة يبقى ويغسل من سائر يتكلم هنا على النجاسة المتوسطة لأن النجاسة إما أن تكون مغلظة وإما أن تكون متوسطة وإما أن تكون مخففة تأتي المرة عليه فتزيل أوصاف النجاسة إذا بقي الطعم ضر طعم النجاسة موجود بعدما غسلنا يضر لأن بقاء الطعم يدل على وجود الجرم إلا إذا تعذر إزالة الطعم في النجاسة المتوسطة فإنه حينئذ يعفى عنه ويضر بقاء اللون والريح معا دفئني نجاسة في النجاسة المتوسطة بقاء الريح أو بقاء الطعم فقط لا يضر حيث عصرت إزالته غسلنا ثلاث مرات ما تزالش تأتي عليه تعم المحل مع السيلان يعني تأتي الغسلة ويأتي ماء الغسلة يعم المكان الذي وقع عليه النجاسة مع سيلان الماء قال بعد ذلك والثلاثة تكفي الوحدة الوحدة إذا فعلتها فقد خرشت من الواجب ولكن الأفضل والأسن والأثوب أن تأتي بها ثلاثة قياسا على يعني الوضوء ثلاثا بجامع أن كل منهما طهارة هل يسن تثليث النجاسة المغلضة اختلف الأصحاب في ذلك على ثلاثة آراء الرأي الأول وهو المعتمد رأي الإمام الرملي بيقول لإمام الرملي النجاسة المغلضة لا تسن يعني أن تثلث فيها لأنها أكبر شيء والمكبر لا يكبر ده الأصل أن تغسل مرة واحدة لكن عندما غلز هذا الأصل غسلت سبع مرات فصارت أكبر ما وصلنا إليه من عدد الغسلات في الشرعة فأصبحت مكبرة والمكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر وهناك من قال لا يسن أن تغسل بعد السبع مرات مرة تانية ومرة تالتة وبعضهم قال لا هتتغسل واحد وعشرين مرة لكن الرجح هو الأول يالله اللي بعده هذا من أفراد ما يطهر بالاستحالة عندنا في حاجة اسمها طهر بالإيه إما بغسل النجاسة بالماء وإما بالاستحالة أي التحول الخمر ناجس فإذا تحولت إلى خل بشروط موجودة لدينا في المذهب صارت طاهرة ولذلك قال إذا تخللت يعني إذا تحولت الخمرة بنفسها لا بإدخال عنصر أجنبي فيها وصارت خلا طاهرت مثل دم الضبية دم الغزالة لما بيتحول لمسك بياطور يبقى داب الاستحالة والخمر الخمرة الواقعة هنا بالتاء التأنيس لغة فالخمر تذكر وتأنث والخمر لغة المتخذ من ماء العنب في اللغة كده هي الخمرة يقولك العصير المتخذ من ماء العنب وأما في الشرع قالوا لا في الشرع هي كل مسكر كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام يبقى الخمرة لغة غير الخمرة شرعا وسميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطي العقل الله اللهم صلى النبي قالوا شرعا هي كل مسكر سواء كان من نبي في التمر أو القصب أو العسل أو غيرها للخبر الذي أوردناه لكم أي يبقى الخمرة المحترمة المؤدبة قالوا الخمرة المحترمة هي التي عسرت لا بقصد الخمرية بأن عسرت بقصد أن نجعلها خلى أو عسرت بلا قصد والخمر غير المحترمة هي التي عسرت بقصد الخمرية يعتبوا الفرق لي يا مولانا أنت عمالين تفرأوا كده وخلاص قالوا الفرق بأن الخمر غير المحترمة يجب إراقتها وأما الخمر المحترم لا تجب إراقتها لأننا قصدنا بها شيئا سليما أو لم نقصد بها محرما ويعتبر في طهارة الخمر صيرورتها خلا بغير مصاحبة عين يعني أنا هذه الخمر معايا حطيت جواها العين دي صارعت من تخليلها يبقى كده حرام ليه قالوا لأن العين اللي انت حطتها دي تنجست فإذا صارت خلا نجست الخلف ويطهر الدن الدن اللي هو الإناء الذي توضع فيه يعني الخمر آه الدن ده طهر ليه لأن إحنا لو ما قلناش الدن اللي هو إناء الخمر يطهر وقلنا بأن نجس يبقى الخل اللي جوه بعد أن يتحول من خمر إلى خل سيكون نجسا ولن يكون لنا خل طاهر أبدا مع أن لنا خل طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة الأدم الخل طيب دي أربعة وثمانين يا سيدنا النبي ما دت وإن كل لت بطرح شيء فيها لا تطبو آه إحنا قلنا لكل لأن إذا طرح فيها شيء الخمر نجس فهتنجس هذا الشيء سواء كان هذا الشيء الذي طرح طاهرا أو كان نجسا حتى ولو نجس آه لأن النجس يقبل التنجيس ما أنا هحط النجس هحط بعرة جواه ماشي وبعد كده البعرة إما أن يتحلل منها شيء أو إما ألا يتحلل فإن تحلل منها شيء خلاص يبقى هي نجس حتى لو أنا شلت البعرة الما تحلل منها موجود أو ما تحلل شيء ورحت شيلها قبل ما تصير خل ما مشكلة سبتها لغاية مصال خل ما نجست الخل قالوا خللت بطرح شيء فيها لم تطر الطهر الطرح ليس قيدا بل المدار على مصاحبة عين مش لازم مش لازم ترمي ممكن من الأول تبقى حاطة مع الخل مع الخمرة عين طب لو أنها من الظل إلى الشمس مش مانع على خلاف فيه لو نزعت العين منها قبل التخلل فإن كانت طاهرة ولم يتحلل منها ولم يتحلل منها شيء فلا مانع حطنا ألم زي ده في الخمرة قبل أن تتخلل وروحنا شلناه قبل أن تتخلل ما فيش مشكلة لأن الألم لن يتحلل منه شيء طب تحلل منه شيء هيضر لأن الشيء المتحلل ده جزيئات بسيطة تنجست فإذا تحولت إلى خل نجست طيب اللي بعده خلاص كده وإذا طهرت الخمرة طهر دنها معها خلاصنا منه اللهم صلى على سيدنا محمد درس مليان